السلام عليكم اهلا بكم في وصفة وفكرة وصفتنا النهاردة هنحضر مع بعض الدجاج المشوي في الفرن بطريقة تحضير بسيطة ومميزة والطعم حكاية من الوصفات اللي معتمداها وما بقدرش استغن عنها ابدا وكمان طريقتها بسيطة جدا وسهلة وتقدري تعمليها حتى لو اول مرة تخشي المطبخ هنعمل تاكة بسيطة علشان الفراخ تطلع معانا باللون الحلو دوت وبيضاء والسوس الخطير ده طعم وحكاية بس لو اول مرة تزوري كناتي انا اسمي بسمة فوزي بتمنى تعملي لايك وشيل لوصفة وفكرة ويلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف طريقة التحضير عندي اربع اوراك ولا كبيرة ولا صغيرة يعني متوسطة الحجم طبعا الاعداد دي او الكميات على حسب عدد الافراد اللي عندك بس لها كويس تحت المياه وشيلة منها الزلال اللي هو تحت الجلد والكتل الحمراء اللي بتبقى ما بين العدم مستغنية عنهم طبعا تماما لازم الخطوة دي تعمليها كويس جدا علشان ما تكون لكيش اي راحة زفارة في الفراغ بتاعتك غسلتها كويس وهعمل بقى دعكة كده معتبرة لها هنضيف معلقتين من الدقيق على الكمية اللي عندي وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من الملح وهحط نص لامونة او لامونة على حسب ما انت عايزة لو عايزة تتبديل اللامون بخل عادي خالص وهبتدي بقى ادعكها بس هنوسع كده البولة بتاعتنا علشان ادعكها براحتنا ابتدي ادعكيها بقى المين وشمال وتحت الجلد وما بين العدم ويخليها كده على قد ما تقدري بيضة وياضي التلج دي طبعا بتشلك راحة الزفارة خالص مش مجرد ان احنا هنحطها في محلول النقع وخلاص لازم نعمل الخطوة دي الاول وبعد كده بعد ما خلاص كده خلاصنا من الخطوة دي هنبتدي بقى نضيف عليها المية ونكمل محلول النقع بتاعنا رجعتها تاني مكانها لاني طبعا هنحط عليها مية فعايزين طبقة غوية ضفت كده كام واحدة من ورق اللورة وحطيت عليهم معلقة صغيرة من السكر وهبتدي اغطيها خالص من المية وركنيها شوية حتى ولو نص ساعة يعني حتى لو ابسط وقت كده لغاية بس منحضر التدبيلة بتاعتنا هنعمل مع بعض التدبيلة من غير اي ادوات ولا كبة ولا خلاط يعني ما فيش ابسط من كده طبعا عندي هنا اربع حبات من التماطم يعني ولا كبار ولا صغيرين وكمان عندي بصلتين واحدة كبيرة كده واحدة صغيرة وعندي ارنين فلفل واحد اخدر واحد احمر طبعا حابة تستغني عنهم بزراحتك حابة ان انت تدي في فلفل الرومي اللي هو الكوبي ده برضو براحتك وهنا ابتديت بقى ان انا قطعها على ايدي حابة ان انت تعملي كل المكونات دي في الكبة برضو براحتك انا مجرد بوصل لك الفكرة وانت لك الاختيار قطعت البصل والطماطم شرايح مدورة ومجرد الفلفل اسمته كده نصتين بس وضفت معلقة صغيرة ونص من الملح طبعا الملح ده على حسب زوقك ونص معلقة من الفلفل اسمر ومعلقة من البابريكا لو انت حابة ان انت تدي في اي توابل تانية برضو براحتك وضفت اربع كده ورقات من وراء اللورة وكمان تلاتة او اربعة من الحبهين وحطيت ثلاث معالق كده من الزيت يعني بالويم كده ثلاث معالق وطبعا عصرة لمونة صغيرة وهدي في معلقة صغيرة من السكر معلقة صغيرة من السكر لو استبدلتها بمعلقة من العصر الابيض بتكون طبعا نتيجتها هيلة بس طبعا انا ما عنديش فحطيت البديل السكر هنا عندي زبداية زبداية او مصطردة بتدي كده بتخلي الانسجة بتاعت الفراغ طرية جدا وبتدي تطعيمة حلوة قوي ابتديت بقى اخلط كل المكونات بتاعتي بالتوابل اللي احنا حطناها نخليش كده اثر لحاجة كلها تندمج مع بعض بعد كده هاخد الفراغ هشتفها كويس من محلول النقع وهبتدي اعملها بسكينة فتحات كده ما تحاوليش ان انتي تضغطي لتحت قوي توصلي للعظم يعني فتحات بسيطة علشان التدبيلة تخش في الانسجة كده من جوة وتدي تطعيمة حلوة وتساعد في التسوية هياخد بقى بعد ما عملت الفتحات هبتدي بقى اخلط كل التدبيلة الحلوة ديت والطماطم البصل بالادعاكي كده في الوراك بتاعتك او الفراخ ادعاكي بقى من جوة ومن بره وما بين الفتحات اللي احنا عاملينها وبعد كده هبتدي اساوي السنية بتاعتي هحط كده زي حاجة بسيطة من التدبيلة دي من تحت وبعد كده هحط عليها من فوق وما بين الجلد برضو حطيت كده شوية من التدبيلة دي سويت السنية بتاعتي وبقيت تمام وبعد كده هديها من على الوش كده فلفل اسمر كده رشة بسيطة خالص وهبتدي ارش برضو رشة بسيطة من الزيت بس هنا كنت بنضف كده حوالين السنية وطبعا احلى واحلى لو سبتيها بقى لو عملتيها من بالليل وسبتيها لتاني يوم الصبح او يعني سبيها ساعتين كده في التدبيلة او اربع ساعات عايز اقولك ان نبتدي تطعيمها حلو حلو قوي فكانت بصراحة طعمها حكاية مشغل الفرن قابليها علشان تسخن علشان ما تنزليش كمية مية وسوايل كتير لو حتطع في الفرن وهي برده هتنزل لك كمية مية وسوايل كتير قوي هتحس ان الفراغ بتاعتك استوت وهي لسه عايمة كده في كمية سوايل معتبرة يعني فاحنا عايزين كده خير والامور الوسط على قد ما عايزين فيها سوس بس برضو يكون في المعقول حتطع في الفرن على الصوج لتحت النور كده مباشرة وبعد كده لما ابتدت ان هي تبقبك كده وتغلي غلويتين ابتدت ان انا ارفعها على رف الاوسط وهي برضو آآ دخلت في السوا رحت شغلت عليها الشوية علشان تديني اللون الحلو ده قد ايه لونها يعني زي محادرتكم شايفين من جوه بيضة جدا طبعا من الغسيل والدقي التعقيم اللي احنا عملناها لها ده اللحم طعمه حلو جدا جدا مفيش ريحة زفارة فيها كده سوس خطير بسيط ولا هي غرقانة كده في السويل ولا هي نشفة خالص حلوة قوي بتمنى الوصفة تكون خفيفة وسهلة من نسبة لكم ولو استفدتي من وصفتنا النهاردة ما تنسيش تعملي لايك وشيل الوصفة وفكرة طبعا اللايك ده بيتعامني وبيعرف كده منه ان الوصفة عجبتك ولا لا ياريت تنوريني باشتراكك في القناة لو مش مشتركة فيها وتفعلي جرس التنبيه على كلمة الكل عشان يوصلي كل حاجة انا بنزلها مع السلامة